فستتحمل آلاف الصواريخ التي ستنزل على تلعبيب على مدى سنوات يسمع الإسرائيليون عن التهديد الآتي من الشمال وعن عدد الصواريخ ودقتها ووزنها التي قد تسقط على إسرائيل في أي حرب مقبلة مع حزب الله وبالتالي فأن القدرات التي ركمها حزب الله على مدى السنوات الماضية ليست وحدها ما يقلق الإسرائيليين بل وضع الجبهة الداخلية أيضا التي يتحدث المراقبون عن صعوبة تخيلها لما ستختبره في تلك الحرب إذا كان هناك من توصية على تقديمها إلى من هو مسؤول ويستعد فهي أنه بقدر ما تعتقد أن الأمر سيكون سيئا فإنه أسوأ من ذلك بكثير في الحقيقة يجب الاستعداد للسيناريو الأخطر من الصعب إدراك إلى أي حد حزب الله يقصد ذلك وخبرتنا معه أنه أقوى وأشد بكثير مما تخيل القدرة العسكرية التي ركمها حزب الله ليست شيئا يمكن تجاهله ولذلك علينا أن نفحص أين نحن مستعدون والأهم أين لسنا كذلك التقديرات التي ترسم أسوأ السيناريوهات لما يمكن أن تختبره إسرائيل في الحرب المقبلة دفعت الجبهة الداخلية إلى إجراء مناورات سنوية لفحص جاهزيتها التي غالبا ما تنتهي بإحصاء عدد من الثغر المهمة من حيث التحصين والاستعداد حزب الله في الحقيقة يعتزم إدارة المعركة عبر ضرب العمق الإسرائيلي على نحو مهم أي المرافئ والمطارات حتى الجيش الذي يدرك ويحلل هذه المخاطر لم يستوعب حتى الآن إلى أي عمق وحد يعتزم حزب الله المسى بالجبهة الداخلية الإسرائيلية نحن نتحدث عن مناورة على مجالات تتخطى إطلاق 100 ألف قذيفة صاروخية على الشمال وبقية إسرائيل ستكون هناك تحديات مثل استمرار تأدية المهمات في قطاع الكهرباء مثلا وتقديم الخدمات الحيوية والبقاء لفترة طويلة في الغرف المحصنة وفيما يتحدث المراقبون عن أن خطر حزب الله لا يقتصر على الصواريخ التي قد تطلق على الجبهة الداخلية فحسب بل سيمتد ليشمل السايبر وخط الإمدادات من البحر أيضا يشير آخرون إلى أن حزب الله قادر في الحرب المقبلة على جعل إسرائيل تختبر أياما لم تعشها منذ ما يسمى حرب الاستقلال